موسيقى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الأكارين في كل مكان أهلا ومرحبا بكم سعيدة جدا أن أطول عليكم عبر لقاء خاص وأسعد كثيرا أن ألتقي في هذه المساحة سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة السفير حمد محمد حميد الجنابي أهلا ومرحبا بك في بلدك الثاني السودان يا مرحبا والله أختي رشا وحييك وحيي فريق عمل الشروق أهلا ومرحبا بك معروف لدي جميع العلاقات المتينة ما بين الدولتين الإمارات العربية المتحدة وأيضا السودان وهي علاقات أزلية منذ سنوات وزمن بعيد فحديث من خلالك عن هذه الجزئية فعلا حافظت العلاقات الإماراتية السودانية على طبيعتها لخوية المميزة وقد يمكن تأسست هذه العلاقة بناء على الزيارة التاريخية للقايد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نحيان طيب الله ثراه في فبراير 72 للسودان كما زار رئيس السودان الراحل جعفر نميري أبو ظبي وكان أول رئيس دولة يزور الإمارات بعد اتحادها هذه العلاقات الراسخة والقوية والله الحمد هي اليوم أيضا في أبهى وأفضل حللها وتحديدا بعد التغيير في السودان نعم مهم جدا الحديث عن التغيير في السودان والإمارات هي داعم للسودان في كل المجالات وكافة المجالات تحديدا في جزئية الدعم السياسي والسودان يمر بمنعطف مهم جدا وحكومة جديدة وسودان أيضا جديد أعود مرة ثانية إلى العلاقات العلاقات يمكن فيها الكثير من عوامل القوة تعتبر الإمارات من الدول التي فيها جالية سودانية مميزة تعمل وعملت في بدايات اتحاد الإمارات فيها العديد من القطاعات منها قطاع التعليم ومختلف قطاعات التنمية ولهذا يمكن هذه العلاقات الراسخة والقوية كانت موجودة ودولة الإمارات ومنذ عهد القائد المؤسس أدركت الإمارات بأن السودان هو دولة مهمة للأمن القومي العربي وكذلك أدركت بأن استقرار ورخاء وازدهار السودان هو أمر مهم وإذا عدنا إلى التغيير في السودان فقد رحبت دولة الإمارات بالحكومة الجديدة وتحديدا بعد أن أعلنت الدولة توصل إلى اتفاق تاريخي يعتبر مميز وحجر زاوية والله الحمد ليلبي تطلعات الشعب السوداني وكذلك يلبي الأمن القومي في هذه المنطقة المهمة نعم حديث طيب إذا تكلمنا أيضا عن جزئية الدعم الإنساني من الإمارات للسودان في عدد كبير ممكن تكون نكبات أو ممكن تكون أزمات مرت عبر سنوات في السودان فالإمارات هي كانت داعم على الوجه الإنساني طبعا أنا أسمع بين فترة وفترة بأن الإمارات يمكن عندها بعض الاشتراطات السياسية حول هذا الموضوع وهو أمر بالتأكيد ننفيه تماما الإمارات تدرك بأن السودان دولة ذات سيادة دولة شقيقة دولة مهمة جدا لم يكن يوما منذ السبعينات دعمنا للسودان إلا لما فيه مصلحات المواطن السوداني يمكن الدعم في مجال التنمية بلغ أكثر من 1.89 مليار دولار أمريكي أما عن المساعدات ففي الفترة من 2016 حتى 2018 تجاوزت المساعدات الإنسانية مبلغ 747 مليون دولار أمريكي وكذلك يعني بعد التغيير أعلنت الإمارات والسعودية حزمة مساعدات بحدود ثلاثة مليار دولار هذه المساعدات ما كان لها أن تكون بهذه الأهمية لولا أن السودان دولة مهمة ودولة بالنسبة لنا شقيقة لها كل الاحترام والتقدير نعم حديث عن هل تستخدم دولة الإمارات هذه المساعدات بالأرقام التي ذكرتها سعادة السفير كذريعة ممكن نقول لتحقيق مكاسب سياسية في السودان وذكرت أهمية موقع السودان وما يحوي من خيرات يمكن أعود مرة ثانية إلى العلاقات يمكن نحن في السودان منذ السبعينات من القرن الماضي متواجدين بالنسبة لمشاريعنا في السودان يمكن بشكل سنوي ليست يعني وليدة اللحظة حجم التبادل التجاري بين البلدين في حدود 2 مليار لصالح السودان تقريبا بصالح 1.1 مليار دولار صادرت السودان إلى الإمارات وواردات تم الإمارات في حدود 470 مليون دولار إذن هناك مصالح بالتأكيد ولكن هذه المصالح مشتركة تلبي تطلعات وحاجات البلدين وأشقائهم لم يكن يوما في تعاملنا مع السودان إلا أنها دولة شقيقة ولها احترام كبير نحتفظ للسودان بكل احترام وكذلك في كل المراحل حكومات السودان تعامل الإمارات بكل تقدير جميل جدا سعادة السفير الإمارات تمثل هي حاضنة للتسامح الديني يعني المسلمين وأيضا غيرهم من ديانات أخرى وأيضا طوائف مختلفة وكانت الإمارات هي تقدم نموذج يعني رائعة جدا للتسامح الديني ما بين كل الأطراف كلمنا عن هذه الجزئية لأنها بتحتاج لحنكة كبيرة جدا يعني إدارية على مستوى الحكومات التسامح في الإمارات هو أسلوب حياة رأت الإمارات بأن يمكن في التسامح هدف نبيل يحقق غايات الإنسان ولهذا بالمناسبة علنت الإمارات عام 2019 عام للتسامح وزار في فبراير الماضي باب الفتكان وشيخ الأزهر وهناك وقعوا وثيقة الأخوة الإنسانية فالتسامح أسلوب حياة كما قلنا ونرى في التسامح بأنه يمكن يفيد ويواصل البشر بعضهم مع بعض يوجد في الإمارات أكثر من 200 جنسية الجميع يعيش بتسامح واحترام ومحبة وتقدير لبعض ولهذا هذا النموذج الإماراتي الإمارات تركز على الأهداف النبيلة مثل التسامح ونعتبر التسامح أسلوب حياة في دولة الإمارات نعم من المفاهيم أيضا المختلفة والجديدة على مستوى الحكومات يدخل بعض الوزارات الممكن تكون هي مختلفة يعني وزيرة السعادة أو للتسامح كما ذكرت وكان الإعلان عن عام التسامح في 2019 الزكاة الصناعية أيضا والابتكار أيضا الوزارات المختلفة دي وإضافتها للإمارات وهي قدوة لكثير جدا من الدول الأخرى يمكن سأأتي فقط إلى تمكين المرأة اليوم خمسين بالمئة من المجلس الوطني الإماراتي هم من أخواتنا السيدات فالإمارات مكنت المرأة بشكل رائع وجميل ومميز وغير موجود وغير مسبوق يمكن في دول المنطقة وحتى في العالم كذلك في هذا العام أعلنت الإمارات عن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وهي يمكن أول جامعة في العالم للذكاء الاصطناعي لأن نرى بأن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل وهناك وزير دولة للذكاء الاصطناعي المفاهيم الأخرى مثل السعادة والتسامح ووجود مؤسسات ووزارات لها طبعا هو أمر اختطة حكومة الإمارات حكومة الإمارات أصبحت حكومة ذكية تطلب يعني تلبي رغبات المواطنين بل وهي في تنافس مستمر في هذه الأيام يوجد الاجتماع السنوي وكذلك تحتضن الإمارات في كل يمكن شهور تحتضن فعاليات ومناسبات عالمية فهي يمكن مقر للتواصل الإنساني والبشري على وجه العرب نعم أيضا نحتبر هي قصص نجاح الإمارات كتمكين المرأة والوزارات التي ذكرتها أيضا برائد فضاء في الإمارات نعم والله الحمد يمكن نهني القيادة على دعمها لمواطنية الدولة هزاع المنصوري كان قبل شهر ونصف من الآن في مركبة الفضاء التي تجهت إلى محطة الفضاء العالمية وكان يمكن ثالث دولة الإمارات تصل إلى هذه المكانة ولهذا هذا أمر لم يأتي من فراغ وإنما أتى من قيادة حكيمة تخطط وتفكر بكل ما فيه خير شعبها وكذلك المنطقتها والأمة العربية والإسلامية جمعا نعم حديث أيضا سعادة السفير بشيء من التفصيل عن العلاقات التجارية بين البلدين والاتفاقيات أيضا الخاصة بهذه الجزئية الاتفاقيات التجارية بين البلدين هي في واقع الأمر الكبير أذكر منها اتفاقية الخدمات الجوية فأسطول الإمارات من الطيران يصل إلى الخرطوم باستمرار وبشكل يومي وطيرات مختلفة أربع طيرات تصل بشكل يومي أو أكثر حتى من رحلة في بعض الطيران كذلك هناك أيضا اتفاقية في تشجيع الاستثمارات وحمايتها كذلك هناك أيضا اتفاقيات مختلفة في عدم الازدواج الضريبي القصة اللي يريد أقولها بأن أيضا السودان هو موقع أساسي في منطقة التجارة العالمية ولهذا التبادل التجاري مع السودان والله الحمد يصل إلى درجات متقدمة مثل ما ذكرت في الأرقام السابقة ونعتقد بأن إن شاء الله مع الحكومة الجديدة سيكون السودان إن شاء الله في وضع أفضل إن شاء الله ذكرت الجزئية التي هي الاستثمار والجانب الاستثماري السودان يعول كثيرا على دولة الإمارات هل تصير الأمور بشكل جيد؟ هل هناك بعض التحديات تواجه الاستثمار في السودان؟ بالتأكيد في تحديات ولكن الحكومة قادرة بالله الحمد إن شاء الله على تغلب على هذه الصعوبات الصعوبات مثلا في مجال التشريعات أعتقد بأن يمكن كان فريق عمل برياسة وزير الطاقة موجود من أيام هنا في الخرطوم تم الحديث عن أن الإمارات تنظر للسودان بأنه بلد صديق وعلينا أن نضع كل خبراتنا ونمكن السودان من التجربة والخبرة الإماراتية سنساعد السودان إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة في أن يكون هناك قانون حقيقي وكذلك سنساعد السودان إن شاء الله في تعزيز أمور كثيرة سواء في النقل أو في النقل النهري أو في البنية التحتية أو أيضا مختلف إن شاء الله القطاعات مثل الزراعة والتعدين بما يخدم السودان السودان بحاجة إلى مئات المليارات من الدولارات وليس فقط مستثمر واحد نحن نقول ليس نحن فقط من يجب أن يستثمر في السودان على أيضا الكثير من الشركاء أن يوجدون في هذه البلاد لأنها واعدة وفيها فرص كثيرة وأهلها وحكومتها وشعبها جادون إن شاء الله في وضع الحلول المفيدة لهم نعم هل من المتوقع أن يجد وحديث طيب هو على الاستثمار في السودان باحتبار أنه سودان أرض خصبة جدا ومحتاجة هي للاستثمار يعني عطشة يمكن للاستثمار الخارجي هل يجد الاستثمار في السودان اهتمام من القطاع الخاص في دولة الإمارات؟ نعم عندنا استثمارات كبيرة في السودان تتجاوز 7 مليار دولار في قطاعات كثيرة في الزراعة في أيضا الصحة وفي أيضا السياحة وفي البنية التحتية ويمكن نحن رقم صعب في الاستثمارات ولكن أيضا المعول والهدف إن شاء الله أن نكون أكثر أيضا تواجدا في السودان ونشجع لآخرين على القدوم إن شاء الله بما في شعب السودان إن شاء الله سعيدة بالتواصل معك سعادة السفير حمد محمد حميد الجنيبي وعدد لسه من المحاور إن شاء الله في انتظار الإجابة من خلالك ولكن بستأذنك وكل المشاهدين الكرام فواصل قصير نتواصل من بعده أهلا من جديد مشاهدينا في كل مكان نتواصل معكم عبر فضائية الشروق ونحن في ضيافة سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالسودان سعادة السفير حمد محمد حميد الجنيبي مرحبا بك سهلا سهلا تطرقنا المحاور مختلفة عن العلاقات ما بين الإمارات والسودان حديث عن هل تخشى الإمارات من انتشارة الطرف الإسلامي وذلك يحفز مشاركته أيضا في السودان يمكن وضع السودان مختلف فالنظام السابق كان يمكن استخدم الدين للوصول إلى السلطة وللأسف يمكن كان مثالا غير مقبول من السودان ولهذا وجودنا في السودان ليس أطلاقا لأي أمر يتعلق بهذا الموضوع وأنما علينا جميعا أن ندرك التجارب التي مرت في الدول الأخرى نسعى بكل جهد أن يكون هناك أمن واستقرار في دول المنطقة التحالف في اليمن السودان مشارك فعلي في التحالف في اليمن وذلك بناء على طلب الحكومة الشرعية في اليمن هو دولة الإمارات بقيادة السعودية ولهذا الوجود السوداني المؤثر وهو جنب إلى جنب في دولة مع قوات المسلحة السودانية مع القوات الإماراتية هو أمر مقدر وهو أمر لا يتم الخشية منه بل شكر السودان وتقدير السودان على أنه عضو رئيسي في التحالف الدولي أو التحالف العربي الموجود في اليمن سعادة السفير هل تخشى الإمارات المشاركة القطرية والتركية في السودان؟ يمكن الأمر الأول بأن الإمارات تؤكد دائما على أن السودان بلد مستقل في قراره والسيادة السودانية هي أمر لا نقاش فيه ولا حديث حوله أكد دولة الإمارات بأنها تدعم الحكومة الانتقالية وهي تتطلع إلى أن يكون السودان بلدا مستقرا وآمنا ومواطن السودان ينعم بالرخاء والازدهار وخير السودان في تقديرنا بأنه سيعم وسيفيد دول المنطقة جميعا دون استثناء محور كمان هل تشعر دولة الإمارات بالقلق حيال دعم السودان المزعوم للإرهاب؟ بالتأكيد دولة الإمارات تدعم الحكومة السودانية في رغبتها في إزالة اسم السودان من القائم الأمريكي لدعم الإرهاب ولكن إذا رجعنا عن متى كان ذلك كان بالتأكيد في الفترة الماضية في الحكم السابق ولهذا السودان الجديد بقيادته الحالية برياسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وأيضا رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك هم الأقدر على المحافظة على استقرار هذا الوطن وأمنه وحقوق الإنسان فيه ولهذا بإذن الله في عهد قريب وفترة قريبة إن شاء الله سيتم إزالة اسم السودان من القائمة إن شاء الله عودة لمحور وحديث عن تمكين المرأة والإمارات أعطت المرأة مكانتها في الحكومة في الوزارات وأيضا حتى في الشارع العام تجد الاحترام من القوانين الإماراتية حديث عن هذه الجزئية نعم القيادة في دولة الإمارات السنة مكنت المرأة بشكل واضح وجلي في انتخابات المجلس الوطني تم تحديد أن يكون الكوتة النصف للرجال والنصف للنساء ولهذا اليوم في المجلس الوطني الإماراتي نصف العضوات من النساء كذلك كان في المجلس السابق وهو البرلمان أيضا المجلس الوطني الاتحادية السابق كانت رئيسة إمرأة وهناك الكثير من النماذج الجميلة والرائعة من بنات الإمارات اللاء واللاء الحمد هنا اليوم في مصاف عالمية يمكن كنا بالأمس كانت سيدة إماراتية تنافس على رياسة منظمة طيران لمنصب أن تكون رئيسة منظمة الطيران هناك أيضا تسع وزيرات في الحكومة الحالية تمكين المرأة والله الحمد خطط الإمارات في خطوات كبيرة اليوم نحن يمكن نتحدث عن مطالب أخرى وهي تمكين الرجال ليس النساء وأنما أخوات النساء والله الحمد هنا في أماكن رائعة ومتقدمة والدولة بقيادة القيادة السياسية في دولة الإمارات وبدعم سمو الشيخ فاطمة بن تنبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النساء العام ولله الحمد على خطة زايد وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس الدولة هنا في صدارة الوظائف وفي صدارة الأمور التي تهم الوطن والمواطن نعم جميل تنتظر الإمارات حدثاً هاماً عشرين عشرين دبي اللي هو إكسبو فازت بتنظيم الحدث لما تتمتع به من مستوى رفيع جداً فحديث عن الاستعدادات لهذه الحدث المهم أو المهرجان المهم وهو محطاً زار كل العالم طبعاً بدأت الإمارات العد التنازلي لاستضافة المعرض إكسبو عشرين عشرين دبي المعرض الذي إن شاء الله سيكون في أكتوبر من العام القادم عشرين عشرين سيكون هو الحدث الأهم في المنطقة لم تستضيف أي دولة في المنطقة العربية ولا في أفريقيا هذا المعرض من قبل ولهذا يمكن هي منصة لروية ما أنتج البشر واخترع الإنسان وإن شاء الله هذا المساء ستكونون وأخوة عزاء يمكن يمثلون سائل الإعلام السودانية لروية الإمكانيات التي سخرت لهذا المعرض اليوم الإمارات جاهزة تماماً والسودان أكدت مشاركتها الفاعلة والمهمة في هذا المعرض الذي سيستمر حتى إن شاء الله صيف واحد وعشرين وذلك أيضاً سيصادف اليوبيل الفضي لدولة الإمارات وإذن البشر والمنطقة سيكونون أمام أمر غير استثنائي الضيافة الإماراتية وتواصل العقول وتواجد البشر في قطعة واحدة سيكونون أمام حدث استثنائي حديث أيضاً عن أنشطة السفارة الاجتماعية والثقافية نعم السفارة تعمل بجد إلى أن يكون لها نشاط فعال وتحديداً في المجال الاجتماعي أنا وفريق عملي الذين يعني في حدود خمسين بالملحقية العسكرية خمسون شخص نسخر كل الإمكانيات لخدمة الجمعيات الإماراتية العاملة في السودان فنعمل ليلة نهاراً للتواصل مع أخواننا أبناء هذه البلاد الغالية سواء الدعم أتى عبر الهلال الأحمر الإماراتي أو مؤسسات الإمارات المختلفة للوصول إلى كافة الولايات السودانية ونكون فخورين وسعداء بذلك أما عن نشاط الثقافي فهناك نشاطات ثقافية في هذا العام تجاوزت نشاطاتنا الثقافية يمكن ستة أنشطة وبإذن الله نتوقع بأن تكون عندنا العديد من المبادرات الثقافية في العام القادم نعم بإذن الله حديث أيضاً عن رؤية مستقبلية للاستثمار في السودان يمكن محور أن نحن تطرقنا له سابقاً ولكن بشيء من التفصيل للاستثمار في المجالات هي مختلفة وصعادة السفير يمكن أن تكون موجود في السودان وترى الواقع أو الراهن السياسي والاجتماعي والاختصادي في السودان يمكن خلال ثلاثين سنة السودان كان يعاني من الكثير من الأمور التي أخرت وأتعبت البنية التحتية في السودان فأعتقد بأن هناك أهمية قصوى أصبحت لأن تكون هناك بنية تحتية مكتملة سواء في القطارات أو في أيضاً النقل البري أو حتى النقل النهري وكذلك في النقل الجوي في السودان أيضاً نعتقد بأن هناك أهمية لأن يكون الميناء يعمل بكامل طاقته السودان دولة مهمة ويجاور السودان أربع دول حبيسة ونعتقد بأن ميناء السودان يجب أن يكون ميناء سريع والخدمات فيه على أعلى مستويات الخدمة كذلك هناك قطاعات واعدة في السودان يعني قطاع التعديم قطاع مهم الزراعة في السودان الكل يدرك ويعلم بأن السودان سلت الغذاء العربي ومحتاجين أن يعني يكون هناك استثمارات ضخمة في مجال الزراعة نعتقد بأن يمكن السودان الآن لم يستغل ولا يمكن عشر إمكانياته فالسودان دولة إن شاء الله ستنهض هناك جدية من أبناء السودان وقادة السودان للنهوض بهذا البلد ونحن ويعني دولة الإمارات تسخر كل الإمكانيات لخدمة إخواننا السودانيين فيما يتعلق بالخبرة والتجربة والتشاور والتفاكر لما فيه مصلحة السودان نعم ذكرت أنه لم يتم استغلال حتى لو عشر بالمئة كما ذكرت هل من وجهة نظرك غياب الدعم المادي أو غياب العقول أم التفكير أم التركيز أم هو عهد سابق يعني يخلى الجميع هو منصرف عن التنمية وتطوير البلاد يمكن الكثير من إخواننا في السودان يعني انصرفوا أعتقد في الفترة الماضية حتى استثمارات وأموال السودان يعني أبناء السودان هي خارج السودان لماذا ما تعود الاستثمارات السودانية وتستثمر في بلادها أسباب يمكن عزوف الآخرين أمور كثيرة يمكن سبعة عشر ضريبة على الكثير من المنتج حتى يصل من المصدر حتى المينة يعني هي يمكن تعيق في بعض الأحيان كذلك النقل أيضا يعيق لأن ليس هناك نقل جيد محتاج أيضا أن يكون السودان بلد تنافسي ليس فقط بلد عادي لأن الآخرين يعملون وهناك فرص موجودة راس المال فيه نوع من الخوف والجبن ولهذا محتاج إلى أمن ومحتاج إلى استقرار نحن أتينا للسودان بقلوب وبعقول مفتوحة وبلد نعتبره جزء منا وعلينا أن نكون معه في كل أحوان نعم جميل رسائل في الأخير سعادة السفير لمن ترسلها في ختام الحوار أرسل رسائل إلى أخواني شعب السودان هذا الشعب غالي جدا عندنا شعب لا مكانته ولا قيمته ولا احترامه نقول لكم بلادكم الثاني الإمارات هي في خير وبكم أيضا هي في خير وتنظر لكم ولكل أشقائها نظرة شقيق لشقيقة لكم كل احترام لكم كل تقدير نرجو منكم أن تأخذوا المعلومات من مصادرها ولا تستمعوا إلى ما يقال عن دولة الإمارات في وسائل الإعلام خاصة في التواصل الاجتماعي ما يقال بالتأكيد هو أمر في بعض الأحيان مسيس وينطلق من أهداف إيدولوجية وأفكار يعني ليست في صالح أي أحد في منطقتنا الإمارات والله الحمد هي مثال للأخ الذي يعتبر عضيد والشقيق ومعكم في السراء وفي الظراء نعم هي رسالة للشعب السوداني ليس للشعب السوداني وإنما أيضا لكل من يستمعني بلادكم الثانية والله الحمد للإمارات هي ترفل اليوم بثوب الفرح والسعادة في عيدها 49 دولة حققت معظم إنجازاتها حكومت الرشيدة تتطلع إلى الدخول أيضا في المراحل القادمة بكل ثقة وبكل اعتزاز تريد الخير الذي معها أن يتقاسمه وأشقائنا بكل حب ومودة نعم كل عام إن شاء الله والشعب الإماراتي بألف خير وإن شاء الله دائما في تنمية ونماء سعيدني جدا سعادة السفير أن نكون في ضيافتك اليوم نشكر جدا على حسن الاستغبال والضيافة أحسنتم وأنا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لأطل مع يمكن هذه الأيام الجميلة في هذه البلاد الغالية نحييكم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما فيه الخير دائما إن شاء الله شكرا جزيلا وشكرا أيضا مشاهدينا في كل مكان لمتابعتنا على هذا الحوار واللقاء الخاص مع سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالسودان سعادة سفير حمد محمد حميد الجنبي حادي ما نلتقي في حوار آخر شكرا للمشاهدة